ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بعد زوال الثلاثاء بساحة عمالة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق حفل استقبال بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين وفي مستهل هذا الحفل جرت تحية العلم على نغمات النشيد الوطني بينما كانت المدفعية تطلق إحدى وعشرين طلقة إثر ذلك تقدم للسلام على جلالة الملك وتهنئته بهذه المناسبة السعيدة عدد من الشخصيات المغربية والأجنبية وهكذا تقدم للسلام على جلالته السادة عزيز أخنوش رئيس الحكومة ورشيد الطالب العلم رئيس مجلس النواب والنعم ما يرى رئيس مجلس المستشارين وتقدم للسلام على جلالته أيضاً كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض السيد محمد عبد النبوي ورئيس النيابات العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السيد الحسن الدكي ورئيس المحكمة الدستورية السيد محمد أمين بن عبد الله كما تقدم للسلام على صاحب الجلالة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات السيد زينب العدوي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد أحمد رض الشامي والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد محمد يسف ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي السيد الحبيب الملكي ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد آمن أبو عياش وتقدم للسلام على جلالة الملك وسيط المملكة السيد محمد بن عليل ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصاري السيد لطيفة أخرباش ورئيس مجلس المنافسة السيد أحمد رحو ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها السيد محمد بشير الراشدي ورئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية السيد خليهنو الدرشيد ووالي جهة طنجة طوان الحسيم عامل عمالة طنجة أصيلة السيد يونس التازي ورئيس مجلس جهة طنجة طوان الحسيم السيد عمر مورو إثر ذلك تقدم للسلام على جلالة الملك الفريق أول محمد بريضا المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول محمد حرم القائد الدرك الملكي والفريق جوي محمد كديح مفتش القوات الملكية الجوية واللواء بحر محمد طحين مفتش البحرية الملكية والعميد عز الدين خليد رئيس المكتب الثالث واللواء جبران خالد مفتش القوات المساعدة للمنطقة الشمالية والعميد مصطفى حديود مفتش القوات المساعدة للمنطقة الجنوبية والفريق أول عبد الفتح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية سابقا الذي وشحه صاحب الجلالة بالحمالة الكبرى لوسام العرش والفريق ميمون المنصوري قائد الحرس الملكي سابقا الذي وشحه صاحب الجلالة بوسام العرش من درجة ضابط كبير والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطنية السيد عبداللطيف حموشي والمدير العام للدراسات والمستندات السيد محمد ياسين المنصوري كما تقدم للسلام على جلالته عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي سفير جمهورية الكاميرون السيد محمد يوسف وعميد السلك الدبلوماسي العربي سفير مملكة البحرين السيد خالد بن سلمان جبرى المسلم وعميد السلك الدبلوماسي الأوروبي بالنيابة سفير الهيئة السيادية العسكرية لملطا جوليان ذانسون بروني وعميد السلك الدبلوماسي الأمريكي سفير جمهورية الأرجنتين السيد راول إغناسيو غوستافينو وعميد السلك الدبلوماسي الأسيوي بالنيابة سفير أستراليا السيد مايكل كاتس وتقدم للسلام على جلالة الملك أيضا المونسينيور ميليورو شاگراندي أسقف طنجة والقسن غولي كيسوكو كاسونغو الأمين العام للكنيسة الإنجيلية بالمغرب والمونسينيور ماكسيم مساليتين رئيس الكنيسة الأرتدوكسية الروسية والسيد يوسف إسرائيل الحاخام الأكبر للدار البيضاء ويشكل تخليد الشعب المغربي في هذا اليوم للذكرى الخامسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافي الميامين مناسبة لكافة مكونات الأمة لتجديد ولائها وإخلاصها وتشبثها المتين بأهداب العرش العلوي المجيد